أنا عرف هو ممكن بقيته لا بس بركات ما بيبينش لا بس أنا قلت له بعد إذنك أنا عايز بس اللعيبة الكبيرة اللي في الفرقة أنا مش حنقدر نجيب الفرقة كلها ولا بتاع كده نجيب اللعيبة الكبيرة اللي في الفرقة اللي أنا زملتهم اللي عايبق عندهم يعني متقبلين نهم ما يسمعوا كلام مني وبتاعها لا معرفة أنا معرفاش ما لعبش معها ما لعبتش معها بس عارفت إنما دول لأ بس دول الجميلة اللي احنا عادنا معرفة سليم طويلة عايز تقول لهم اللي عندك يعني يعني أنتو فين يعني فهم أنا عايز أقول لهم أنتو فين لأن الغلط بدي مين كنتو سواء اللي بيلعب أو اللي ما بيلعبش اللي شايف في حاجة غلط في الفرقة مو بيسلحاش ماش أنا ما طلبتش حاجة أنا بقول لك طلبت اللعيبة بس الكبير وتعالى يا عمد ما هو عمد كان مبطل إنما يا ري تعالى بقى هاتلي بقى خد بالك الكبير دلوقت ما دلوقت أيامنا يا إسلام كان ساعد لسامير لعيب صغير في الفرقة صح أنا ما قدرش أقول لعيب ساعدة دلوقتي لعيب صغير ساعدة من الكبار اللي موجودين في الفرقة دلوقت إنما عندنا حسام عشور لسا بيلعب عندنا وليد سليمان لسا بيلعب عندنا أحمد فتح لسا بيلعب عندنا الشريف إكرامي لسا بيلعب شريف إكرامي عندنا اللعيبة ديت موجودة في الفرقة تقدر تجيبهم وتتكلم معاهم وتفاهمهم أن أنتوا أول ناس تقولوا أن اللي بيحصل ده غلط ولازم أنتوا اللي تفوقوا اللعيبة وانتوا 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 الكلام ده فإحنا لو فقدنا الموضوع ده بالنسبة لنا إسلام لا يبقى الموضوع صعب أستخد بالك إنت السنة السنة اللي فاتت إنت لو حسبتها إحنا خدنا الدور بفارق 8 بنت عن نادي الزمالك صح تمام 8 بنت كان في 5 بنت ولقبت الموتش الأخراني فقدت أنت ضمن الدور فأنت كسبته فبقى 8 بنت فاللي حيسمع الكلمة 8 بنت 8 بنت رقم يعني رقم 8 بنت فارق إنما لأ أنت طول السنة عندك مشاكل عندك مشاكل يعني ابتدت حل إمتى وانت قلتها المرة اللي فاتت في 5 شهر يناير بالضبط أنت فقدت بلوم كتير قوي ابتدت تجمع ابنات ابتدت تمسك في نفسك والنحية التمانية كان الزمالك كان بيقع وكان نادي الزمالك ابتدى يفئد بناط وهو اللي ساعدك يعني أنا بكل أمانة أنا ما بتكلم لا نادي الزمالك ساعد مش عايزة أشوف الكلام ده السنة الجاية بعد عندك تدعمتين أو تلاتة في الفريق ونادي برضو الزمالك دعم بصفقات كتير وكلها صفقات محترمة ولا عارض تقيل خلي بالك فالمنافسة إسلام لو أنا ماهتمتش من البداية وزي ما قلت لك أول حاجة باحترام المنافس اللي بتنفسه وفي نفس الوقت أنت الروح اللي دايماً بنتكلم فيها اللي بنقول أن مفتقدنا في النادي الآن اللي بقالنا فترة أن أنا نازل بلعب كل مطش لا أنا عايزة رجع لجمهوري وأنا بلعب نازل المطش الناس قاعدة بتتفرج على النادي بتاعها وهي عارفة أن الجون مسألة وقت عارف اللي حيفر إيه؟ حيجي عارف اللي حيفر إيه؟ عودة الجمهور هتفرق مع طب يا إسلام الجمهور مجاش ما مشكلة بقى يعني أنا معك جداً أن الجمهور هيفرق جداً أقولت لك أكثر فرقتين متضرين أهل وزباع هيفرق طبعاً ولكن طب حصل هاي عايزة جمهور مجاش ها مشكلة لازم تبع شخصيات العبزة حسنا دور على الروح وبعد كده أصل الجمهور مش موجود أصل الجمهور هو اللي بيدينا الروح ده أنت قلبك فين؟ صح فأنت إذا حنلاقي صعوبات إسلام دو مش من أول الموسم بدأنا بداية كويسة لأ حنلاقي صعوبات السنة الجاي هم بس موضوع بسيط أنا موجود لك بس مختلف فنياً بالزبط أتمنى أن أنت توجه كلامك ده للعابين لأنه والله بعيدة لتسمعك بقى المدير الفني مش عارف إيه ولا إيه ولكن أنت لو وجهت كلامك ده وأنا عارف أن كل اللعبين عاديين بيتفراجوا النهاردة عليك لكن أعتقد أنهما سمعين الكلام ده والكلام ده أهم كلام قبل يوم الجمعة خلي بالك أيها أيها بس أهم حاجة اللعيبة الكبيرة تسمع الكلام دوته بس أنا خاف يسخن بعد الكلام من أقوله يسخن وقوم دورين الضربة في العياء السخن ولا في كنت لا 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 بقولك إحنا عندنا خمات ممتازة وطبعا يعني إحنا بالمناسبة يعني عايز أتكلم يعني بهني أفشة ومحمود متولي على قدومهم نادي الأهلي وحسس أنهم حيبقوا إضافات طبعا برضو الراجل اللي هو ديانج دا وبتاعمالي يعني هو حيبقى موجود وحيبقى عليه مجهود كبير عشان يزبط نفسه أنه يلعب في الحتة داية خصوصا الفترة دي كان بيلعب السلية وكان حمدي فتحي وممكن الاتنين ماشيين بطريقة كويسة فبرضو حيبقى عايز يجاهد علشان ياخد مكانه في الفرقة لو كل واحد حتحس أنه مكانه مش موجود وحيكتهد علشان يلاقي مكان ليه في الفرقة في وسط الحداشر لعيب هتلاقي المواضوع المختلف هتلاقي الدنيا ماشي كويس أول كده ما هيبقى فيه منافسة في كل حاجة منافسة ببداية من رأس الحرب أنه وليد أزاره هيبقى عارف أنه هو مش هو اللي حيلعب على طول وفي مروان محسن ولازم مروان يشد على نفسه شوية وأزاره يرجع أزاره زي الأول وصلاح قعد نحن نعايشين كده هي دي كورة لأنه إسلام فيه حاجات يعني ما عليش أنا بكلمك حاجات كتير كده بس دي الحاجات اللي أنا إيه أنا مطلعش كتير الحاجات اللي واحد عايز تقول كل حاجة يعني مثلا أنا واحد من الناس أنا يعني ياسر إبراهيم مثلا ما كان موجود في سموحها